السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله علمات تفسير قال كلبهم 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 لماذا ربك عز وجل عظم شأن هذا الكلب في القرآن العظيم رغم انه كلب لماذا ربك عظمه في هذا السياق هذا قالوا لي ان هذا الكلب صاحب الصالحين عندهم صاحب مع الصالحين ملكانوا اهل الكاف هما الشباب كانوا هربوا من الواحد البلدة كانوا واحد الحاكم يسمى ديقليديانوس كان يدعي بانه نصفه انسان ونصفه اله قالوا انا السليل الارباب وقال اتعبدوني اغير القيم وغير المبادئ وغير التشريع غير كل شيء والناس خضعوا له اما رهبا واما رغبة كل اللي طمعهم اعطاهم الفلوس وعطاهم امتيازات قالوا احنا معاك وكل اللي خوفهم بالحبس وبالضرب قالوا احنا نحنا ساكتين هندخول سقريوسنا هكذا التاريخ البشرية نفس نفس سيناريو يتكرر كتبقى الشعوب اما رغبا واما رهبا فئاتهم كتبغي امتيازات وكتصفق والفئة التانية خيفة من اللعصة انا كتسكت وديزا هكذا فهات الشباب ما سكتوش وبقاوك يعبروه على الاستنكار ديالهم ومن بعد سلط عليهم العساكر فقالوا نهربوا اجي نختفوه من اللي تمو غنك يقلبوش ما كان يختفو فيه هم في الطريق ديالهم غنقوا واحدا راعي مع الغنام ديالهم واحد الكليب ويلسق فيهم الكليب لسق فيهم واتبعهم ومن اللي يمشوا للكاف باش يتخباو على انظار هؤلاء الظلمة الله تعالى غد يعطينا اية من الايات الدالة على وجوده والدالة على قدرته على الخلق وعلى الايجاد بعد الموت غد يخليهم ينعسوا في ذاك الكاف فلبتوا في كافهم ثلاثا مئة سنين وازدادوا تسعة هذه بوحدة دليل على الاعجاز القرآني لابتوا في كافهم ثلاثا مئة سنين ثلاثمائة سنين قامارية الشمسية تساوي ثلاثمائة وتسعود قامارية احتقل العلماء واش محمد ابن عبد الله كان راعي الغنم هل كان يقرأ علم الفلك والحساب قالوا لا قالوا ما كيف يقول هذا الكلام إذن هذا كلام الله هذا كلام معجز فلبتوا في كافهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ثلاثمائة سنة هما ناسين من اللي فاقوا غد يلقوا القصة معروفة للأهل الكاف وغدى الجمعة سنقروها كاملين لأنها كي يغفر بها الله ما بين الجمعات الشاهد عندنا إذا كنتي مصاحب مع الناس كن مثل كلبي أهل الكافي كلب أهل الكافي قالك أخلاقه ما هي أول أخلاق الكلب الوفاء كيكون فيه الوفاء لتصاحبتي مع الناس كن فيك الوفاء ما يكونش فيك الغدر واش عمرك شي كلب كي يغدر الصاحب ديالو وكي يبقى دائما خاضع ووفي لصاحبه ثم تكون فيه القناعة تكون فيك القناعة الكلب كي يسموه القناعة اللي يعطيتيك يقول بسم الله واش عمرك شي شي كلب وقف أمام سيد ديالو ورفع لافتا وقال حقوقي حقوقي دام في عروقي لن أنسها ولو أعدموني أبدا الكلب من صفاته أنه قنوع اللي يعطيتيك ياخذها والكلب من صفاته أنه لدخل الدار كي يبقى ما في العتبة عمرك يزعم ويدخل للصلاة وريع في المكان ديالضيوف كتقد قادم ينجز في العتبة حدو ثم فيه التواضع خلق التواضع وإذا غاب عنه سيده سيده مشاغبر وخلالي الدار كتقد قى يحرسها بأمانة يحرسها بأمانة يخلت وحده قرب للممتلكة ديالو هذه بعض صفات الكلب قال لك فإذا أردت أن تكون ناجحا فعليك أن تتخلق بأخلاقي كلبي أهل الكهفي فيه الصدق وفيه القناعة وفيه التواضع وفيه العفة وفيه بزرد الامتيازات أنه ذاك تقبل نحياتك طيبة وسهلة فهذا نصيحة لهذه الوليد الله يشفيه ضيع فيه ولكل الشباب يقلبوا على الأصدقاء على الصحبة الطيبة يقلبوا على الصحبة الطيبة فين كينا الصحبة الطيبة كينا في الجامع كي يصليوا في الجامع كي تقع مواضبة على الصلاة كي يقرأ الحزب القرآني كي تقع في دار الشباب كي يكون عنده جمعية تربوية أخلاقية اجتماعية كي يعلم الناس مبادئ الحياة كي يقعوا في الملعب ديالرياضة كي يعلم ناس الرياضة كي يعلمهم العقل السليم في الجسم السليم قلقوا في المكتبات قلقوا حدوا كتوب يقرأ الفكر والفلسفة والتربيات قلقوا في الأماكن دي الخير هده مصحب أما اللي غاد يمشي غي يستعمل المخدير وغاد يمشي الواحد ديسكوتاك ولا غاد يريه حدا الشاطئ البحر في جوف الليل هذا غير بعد منه ضراره خطير وجسيم ولا بغي تقدم لشي خدمة نصحه خذ بديه ما لقيتش دعي ليه بالهداية وأسأل الله تعالى أن يعزقنا وإياكم الصلاح ويعطينا الصحبة الطيبة الصحبة الخيرة في الدنيا وفي الآخرة اللهم أمين يا أكرم الأكرمين كن صاحب كن مثل كلبي أهل الكهف عليك أن تكون مثل كلبي أهل الكهف شكونا هو هذا الكلب هذا اللي يليك سيكون بحاله قال لك أهل الكهف يقول فيهم الله عز وجل ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم علماء التفسير قال كلبهم 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 لماذا ربك عز وجل عظم شأن هذا الكلب في القرآن العظيم رمى أنه كلب لماذا ربك عظمه في هذا السيق هذا قالوا لأن هذا الكلب صاحب الصالحين عندهم صاحب مع الصالحين ملكان أهل الكهف هما الشباب كانوا هربوا من واحد البلدة كان واحد الحاكم يسمى ديقليديانوس كان يدعي بأنه نصفه إنسان ونصفه إله يقول أنا السليل الأرباب وقال ناس أتعبدوني وغير القيم وغير المبادئ وغير التشريع غير كل شيء والناس خضعوا له إما رهبا وإما رغبة كل يطمعهم أعطاهم الفلوس وعطاهم امتيازات قالوا إحنا معاك وكل يخوفهم بالحبس وبالضرب قالوا إحنا نحن ساكتين هندخل سوق ريوسنا هكذا التاريخ البشرية نفس سيناريو يتكرر كتلقى الشعوب إما رغبا وإما رهبا فئتون كتبغي امتيازات وكتصفق والفئة التانية خيفة من اللعصة أنا كتسكت وديزا هكذا فهات الشباب ما سكتوش وبقاوك يعبرو على الاستنكار ديالهم ومن البعد سلط عليهم العساكر فقالوا نهربوا أجي نختفوا من اللي تمو غنك يقلبوش ما كان يختفوا فيه وهم في الطريق ديالهم غنقوا واحدة راعي مع الغنام دياله واحد الكليب ويلسق فيهم الكليب يلسق فيهم وتبعهم ومن اللي يمشوا للكاف باش يتخباوا على أنظار هؤلاء الظلمة الله تعالى غد يعطينا آية من الآيات الدالة على وجوده والدالة على قدرته على الخلق وعلى الإيجاد بعد الموت غد يخليهم نعسو في ذلك الكاف فلبتوا في كافهم ثلاثة مائة سنين وازدادوا تسعة هذه بوحدة دليل على الإعجاز القرآني لبتوا في كافهم ثلاثة مائة سنين تلتمائة سنة قامارية الشمسية تساوي تلتمائة وتسعود قامارية احتقل العلماء واش محمد ابن عبد الله كان رعي الغنم هل كان يقرأ علم الفلك والحساب قالوا لا قالوا ما كيف يقول هذا الكلام إذن هذا كلام الله هذا كلام معجز فلبتوا في كافهم ثلاثة مائة سنين وازدادوا تسعة ثلاثة سنة هما ناسين من اللي فاقو غد يلقوا القصة معروفة للأهل الكاف وغدى الجمعة سنقروها كاملين لأنها كي يغفر بها الله ما بين الجمعات السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله